لدغة في حلقه وفاة رجل بعد لدغة دبور في النمسا السفلة وواضح ان الدبابير وغدى حيز من جو النمسا وفاة نمساوي بسبب رد فعل تحسسي بعد لدغة حشرة يعني الرجل بيحط ايده اتلا دغمات يعني بالضبط فاة صراحة هذا خبر فعلا هذا نقطة هام جدا انه فعلا اليوم الجميع كتير بتلاقيهم بطلعوا بروحوا على الحدائق بروحوا امام النهر خاصة مناطق القريبة من نهر الدانوب صراحة هاي بتزيد بزيد فيها بزيد فيها شو اسمه اقول معي بزيد فيها نسبة الحشرات صراحة فهذا بصراحة لجب يجب الانتباه كل من يخرج في الحدائق العامة في فيين صراحة المناطق القريبة من النهر اي مشروب يعني تخيل انت هذا الشخص الذي قتل كان الدبور موجود بالمشروب بالمشروب طبعا فبلعوا فشربوا فدخل لحلقه ولا دغوا من حلقه فاصابوا حالة اختناق بصراحة يعني فعلا شيء مرعب شيء مرعب انه انه الطريقة التي قتل فيها هذا الشخص فبالتالي يعني فعلا ندعو للانتباه اي مشروب خاصة اللي فيه سكريات يكون مغلق او يضغطر يكون فيه انتباه خاصة للاطفال يعني هذا الدبور هذه الحشرات مؤذية للغاية مؤذية جدا ممكن تسبب فعلا يعني هي اكثر من الشخص هذا اعتقد الحالة الثالثة هذا العام التي قتلت نتيجة لضغة دبور طيب يعني احترس من الدبور ترجمة نانسي قليلا المترجم للقناة